شوفوا برغم كل اللي تقالوا برغم الحالة المعنوية العالية للعيدة الاهل اللي فيها لكن خدوا بالكم ابتداء من بكرة الفريق هيتمرن وهيدخل للفقاعة الاهلوية دي فقاعة لوحدها بقى هتلاقي الضوابط والتركيز والاجراءات اللي كابتن ساد عبد حفيز بيفرضها والضوابط او المناخ العام اللي هيبقى كابتن محمود الخطيب حريص عليه لا دي فقاعة لوحدها التركيز شديد ازاي بتحضن على الفرقة ازاي بتحط الناس كلها قدام مسؤولياتها بنعزل او بمعزل تام عن كل اللي فات فيه ثقة فيه سعادة فيه رغبة فيه تركيز لكن قبل كل ده فيه احترام شديد لمنافس مهم بيبحث منه الاهل على العشرة والعشرة ممكن ان شاء الله دوم تنسي